هذا السؤال يقول ما هي شروط التوبة وهل الندم يكفي لغفران الذنب وهل إذا اغتبت شخصا ما وتوبت عن ذلك هل يبقى له في ذمتي شيء أولا بالنسبة لي الندم الندم بعض الروايات الندم وتوبة ولكن لابد أن يكون الندم هذا الندم لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يندم الإنسان لأن هناك عقوبة دنيوية وإنما يكون تكون التوبة أولا لوجه الله لابد أن تكون خالصا في عملك لله سبحانه وتعالى أنك تندم الندم الذي تعزم فيه على عدم العودة إلى هذه المعصية مرة أخرى أنك تقلع عن الذنب لا يكفي أنك تندم وأنت مستمر في الذنب وتقول أنا أشعر بالندم ولا يزال الإنسان في معصيته مستمر لا يكفي إذن هناك شروط أخرى من قال بالرواية الندم وتوبة هذه الضوابط العامة الموجودة في شريعتنا الإسلامية لا بد أن تكون خالصا لوجه الله لا بد أن يقلع عن الذنب لا بد أن يعزم على عدد أن لا يعود إلى ذلك مستقبلا لا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابها لا يكفي مجرد لكن الندم من ندم فإننا نشعر بأنه فعلا هذا قد بدأ بهذه التوبة فليقلع عن الذنب وليعزم على أن لا يعود إلى ذلك مستقبلا وليكن في ندمه أنه الوجه الله سبحانه وتعالى وليعيد الحقوق إلى أصحابها إذا اختبت إنسانا كيف تتوب بالنسبة لي الغيبة إذا اختبت أحدا فلا تخبره عندما ترى بأنك قد اختبته البارحة وقلت عنه كذا وكذا فإنك بإخبارك بما فعلت فأنت قد آلمته فمن تخبره بأنك قد اختبته البارحة وسأت إليه فسيتلقاك بوجه فإذا أخبرته فسيتغير وجهه عليك إذن ماذا تفعل تستغفر الله سبحانه وتعالى وإذا كنت قد ذكرت هذا الأمر في المجلس نفسه فقم بالتنايع عليه بعدما تستغفر الله تقوم بالتنايع عليه فإذا كان بعد هذا المجلس شعرت بي التوبة وندمت على ذلك نقول أثني عليه في مجلس مشابه لهذا المجلس لكن لا تقوم بإخباره وكذلك من يخبرك بأنك قد ذكرت بسوء في مجلس أو أن فلان يأتيك أحيانا ويقول لك هل بينك وبين فلان شيء فتقول أنت لا والله ليس هناك شيء فيقول فلان قد ذكرك بسوء فلان قال عنك كذا وكذا هذا هو النمام وهؤلاء هم أشد من من اغتابك وإن كان قد نقل لك إن كان صادقا فيما قد أخبر فهو نمام هذا النمام الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام لأنه يشعل فيما بين الناس فيشعل قلبك ويسيء إليك وأنت أساسا لم تعلم وذاك قد خافك ولم يقل كلاما أمامك وهذا الذي قد نقل إليك ولم يراعيك كما رعاك الآخر فهو أسوأ ممن قد اختابك الأخوة في كل طرور أخبرون بتالي وقت أشكركم على متابعتكم الكريمة إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل و صلى الله و سلم عبدنا محمد و الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة